موسيقى مجزوة سادسة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم في المستهل تتواصل اشغال القمة الخامس عشر لدول تكتل بريكس والتي لليوم الثاني على التوالي في حدث يكتسي طابعا استثنائيا بالنظر للملفات المطروحة في جدول عمالها ويشارك في القمة قادة كل من الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا في حين اكتفى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بكلمة عبر تقنية التحاضر المرئي ومثله في القمة وزير الخارجية سيرجي لفروف وتحتل القمة التي تستمر الى غاية الرابع والعشرينة اوتا الجاري تحت شعار بريكس وافريقيا اهمية خاصة في ظل حرب روسيا على اوكرانيا والصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين ويشمل جدول اعمال القمة الخامسة عشر للمجموعة احتمالات التوسيع المستقبلي للعضوية في بريكس اعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامفوزا الثلاثة ان بلاده تشارك صين الرؤى بشأن توسيع منظمة بريكس رامفوزا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني شيجين بينغ على هامش قمة بريكس ابرزت دور الهام الذي تلعبه مجموعة بريكس في اصلاح الحوكمة العالمية واسماع صوت دول الجنوب في المحافل الدولية ثمن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مواقف الجزائر بقيادة رئيس عبد المجيد تبون ووصفها بالثابتة والصريحة والواضحة جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة السفلة في البرلمان الجزائري ابراهيم غالي بمقر رئاسة الايرانية في طهران بيان عن المجلس الشعبي الوطني في الجزائر نقل عن رئيس اماله في ان يخطو البلدان خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي ترقى الى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين مشددا على اهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الايرانية الجزائرية في اقرب فرصة ممكنة قال رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي انه عمل على تواصل اطراف الازمة الليبية الى توفقات سياسية وخلق مناخ ملائم لاجراء الانتخابات واضف باتيلي انه يواصل جهوده رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن امكانية عقد لقاءات بين مختلف القادة الليبيين باتيلي وخلال جلسة احاطة علنية بمجلس الامن الدولي بشأن الوضع في ليبيا حتى جميع الاطراف على الاجتماع والاتفاق بشأن الخلافات المتعلقة بالانتخابات مشددا على ضرورة تجنب الخطوات احادية الجانب تفاديا للمزيد من العنف والصراع قرر مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الثلاثاء تعليق عضوية النيجر في كل من انشطة الاتحاد فورا ونشدت تكتل القرية الدول الاعضاء بالامتناع عن اي عمل من شأنه منح شرعية لما اسماه بيان الهيئة القرية بالنظام غير الشرعي في نيامي الاتحاد جدد في بيانه تضامنه ودعمه الكامل مع اكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في نيجر وفق مقاربات سلمية اعلنت السلطات في اليونان الثلاثاء العثور على جثث ثمانية عشر شخصا في غابة اجتحتها الحرائق شمال شرقي البلاد وفدى المتحدث باسم ادارة الاطفاء في اليونان يانيس اردوبيوس ان الجثث التي يعتقد انها لمهاجرين عثر عليها في منتزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا ختم المجاز شكرا لكم على كرم المتابعة تبقى الروابط الالكترونية للقناة في الخدمة اشتركوا في القناة